الصباح الخير تعالون بتكلم فى الفيديو مع بعض افضل اللي دى الدودة اللي بتجينا من اكل اللحمة من اكل الهامبورجر الهامبورجر من ال� afford المستويهه Elham toujours الكفتة الكباب الهامبورجر دوده شريطية دودة شريطية 10 متر بت electrodدا كم التنيا هي توابة اي 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 تنيا من غير هذا ال byت BL يزاده في Teod تعالنا نتعرف على اليها بعده لننتعرف عن عيلتها عيلة التنيا هو احد اعضاءdessus ال الديدان الشريطية الاستسيستودس والهواع هي الديدان الشريطية بماذا تتميز هذه التيب ورمز تتميز اولا ان هي فلات ورمز ثانيا ان هي سجمنتد ورمز فلات هي عاملة زي الورقة بالظبط ولكنها مش زي التريماتودة هي مش ورقة واحدة هي مش ورقة شجر دي بناديل دي بقرة مناديل مناديل لازق في منديل لازق في منديل بهاي سجمنتات كتير ايه تحت بعضية احنا قسمنا قبل كده في الفيديو اللي فات عيلة السستودة دي دي عيلتين تانين عيلة اسمها او أوردر اسمه سودو في اللي دي ودول اللي كان عندهم سودو خادعة سكرز خادعة كانش عندهم سكرز كان عندهم جروفز اسمها بودريا والأوردر بقى اللي احنا هنبتدي به النهاردة اللي هو السايكلو في اللي دي اللي عندهم سكرز مدورة عشان كده سموهم سايكلو في اللي دي تعالى نتعرف عليهم قالك ان كل السستودات فلات كل السستودات سجمنتد كل السستودات هرمافروضايت كل السستودة سنجل يبقى السستودة والترماتودة كلهم سنجل ماشي يبقى هي أنا عندي السجمنتات بتاعتها هتلاقيها فيها ميل جينيتال أورجنز وفي ميل جينيتال أورجنز طب حل هتلاقي فيها اي حاجة تدل على جي اي تي انتستين يصوفي جاز الكلام ده ما عندهاش جي اي تي زي كل السستودات اللي ما عندهمش جي اي تي لان كل السستودات زي ما اتفقنا قبل كده القضلة ورمز بتاعتهم بتعيش في سمول انتستين وسط اكل مهضوم جاهز هي مش محتاجة تتعب نفسها في حاجة منجرد ان هي هتاخد الاكل والحاجات اللي هي عايزاها عن طريق الكيوتيكل بتاعها وخلاص طيب تعال نتعرف بها على اجزاء السستودات قالك اول حاجة اني بيبقى عندهم رأس والرأس دي بنسميها سكوليكس هي بتبقى في السايكلوفليدي بتبقى جلوبيلر ومكعبرة حاجة دايرة كبيرة كده مكعبرة مش في لات ولا حاجة يعني رأسها كعبيرة وبيبقى فيها أدوات التثبيت اللي هي بتمسك بها فين في مناي jump in test اللي هي في صورة بودريا زي السودوفليدي اللي ما نشدعب بيهم أو sec pouvait في الحالة دي عندي sec Championships زى بتاعتها الترمادو دا بالزبط عندها ايه ممساط اللي هما الاربع دوير البيضة دول اللي هما اللي الفراصها دول اللي هما sec reciprocal of the lady بعض esseuéكلوفليدي زى التنية سوليوم اللي هنخدها بعد شوية عندها كمان ايه شايف راسها طالع منها بقليلة والبقليلة دي طالع منها شعر عندها شوي عندها حاجة اسمها روسلم بقليلة طالع من راسها والروسلم متركب فيه هوكس بتمسك اكتر في الميكوزة بتاعت الانتس بعد الراس هتلاقي نيك فيه رقبة وزير رقبة هي الاكتيف ليدفايدنج عملة تنقسم 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 عشان تديني سجمنتات تديني مجموعة من السجمنتات في الاول تبقى ايم ماتيور مش متكون جواها الجينيتال اورجنز لسه لا فيها اوفري ولا فيها يوترس ولا فيها حاجة هذه السجمنتات الايم ماتيور تكبر وتبقى ماتيور ويبقى جواها ايه ويبقى جواها الجينيتال اورجنز زي السجمنت اللي قدامي ده السجمنتات بالذات بتاعت التانية او بتاعت السايكلو في اللي دي الماتيور سجمنت بتاعتهم اللي فيها الجينيتال اورجنز بتبقى مربعة الشكل كده ويبقى فيها الاوفري اللي هو الوردة البنبة اللي تحت دي في السجمنت وخط سود في النص هذا الخط الاسود في النص هو مين اليوترس بعد ما يحصل بقى ايه وتبتدي اليوترس ده يجمع بيض يتجمع فيه اجز تتجمع فيه اجز تتجمع فيه اجز فتبتدي ايه اليوترس اللي هو حتة خط ده يدخن ويبقى خط تخين وبعد كده يبتدي يتكون فيه برانشات من الناحيتين برانشات من الناحيتين علشان يستوعب كل الاجز الكتير اللي عمالة تتجمع بعد كده بقى ايه ما اليوترس يبقى كبير وادخينه مليان اجز فيبتدي يضغط على كل اجزاء التانية اللي في السيجمنت اللي حواليه فيحصل لها pressure atrophy ويبقى السيجمنت وكل عبارة عن نيوترس مليان اجز بنسميه جرافت سيجمنت كلمة جرافت معناها حامل السيجمنت الحامل يبقى السستودة عندي بتوع السايكلو في اللي دي عندهم راس والراس دي فيها ساكرز وبعد كده عندها نيك وبعد كده عندها immature سيجمنت وبعد كده حبة سيجمنت اه جرافت اللي بينزل مع السطول بتاع العيان بتبقى الجرافت سيجمنت بعض الzar سيجمنت بتتقطع و containers طيب تعالى بقى ندخل نتكلم على حبيبتنا التانية اللي احنا نتكلم عليها النعارضة وانا عندي نوعين من التانية يبقى القب اللي هو اسمه Tania عنده عيليين واحد اسمها سجيناتا واحد اسمها سولية التانية سجيناتا دي بتجلنا من اكل لحمة البقرة الانترميدية وسط بتاعها البقرة فهي بتيجي من أكل اللحمة العادية اللي احنا بناكل فعشان كده سميناها البيف تيب ورم اسم الدلعة بتاعها بييف تيب ورم التينيا سوليوم ده الانترميديات وسط بتاعها الخنزير فهي بتجيلي من أكل لحم الخنزير فسميناها البرك تيب ورم يبقى أنا عندي تينيا سجناتة دي البيف تيب ورم وعندي التينيا سوليوم دي البرك تيب ورم والتينيا سوليوم أخطر وهنعرف ليه كمان شوية التينيا سجناتة مش احنا لسه شايفين السستودة من شوية قالك راسها ساعات تبقى عليها رستلم وعليهوكس التينية سجيناتة قرع لعندها رستلم ولعندهاهوكس فعشان كده التينية سجيناتة كمان لها اسم تلع تاني بيسموها بولد تيب ورم الدودة الشريطية الصلعاء ليه علشان ما عندهاش رستلم وهوكس تعال لنبتدي بقصة حياة التينية سجيناتة ودي موجودة في كل انحاء العالم وهي منتشر اكتر في سن الشباب اللي هما شباب الجامعة والشباب اللي بيشتغلوا بره علشان الخاطر ايه بيأكلوا من بره كتير فعشان كده هي بتجيلهم اكتر التينية هذه التينية سجيناتة قصة حياتها تبدأ ببني ادم هذا البني ادم تجلس جوه الامعاء الدقيقة بتاعته ودودة دودة صلعة زي ما انت شايف كده جوه السمول انتست قاعدة مبسوطة باستكهرز بتاعتها بتاكل وتشرب وزي الفل وبعد كده بتبتدي تخلي فحط الاجز بتاعتها البيت بتاعتها التينية اهو ينزل مع ايه مع الستور بيضا مدورة يبقى الاجز بتاعتها التينية اجز مدورة فممكن بعض السيجمنتات الجرافت سيجمنت وممكن الاجز نفسها تنزل مع الستور بتاع العين علشان تكمل اللايف سايكل بتاعتها هذه الاجز لازم تقابل مراعي خضراء لازم تنزل في مراعي خضراء ايش معنى علشان تقابل الانترميديا توسط فيجي هزا البني ادم يقضي حاجاته في الغط في مراعي خضراء فتنزل الاجز ايه معاه هذه الاجز تيجي البقرة وهي بتاكل في الغطة فرحانة فبتاكل شوية في الخضرة كده تاخد معاها مين هذه البيضة بتاعت التينية سجنات تخش البيضة بتاعت التينية سجناتها جوه الامعاء بتاعت البقرة تفقس ويطلع منها كتكوت صغير هذا كتكوت الصغير هيدخل جوه الدم بتاع البقرة ويبتدي ان هو يلف في الدم يلف في الدم ويتفسح في التشوز بتاعت البقرة ويروح اي مصل كده وبعد كده لما يقعد في المصل بقى في لحمة البقرة يبتدي انه هو يكبر ويتحول الى حاجة اسمها سيستي سيركاس بوفيس سيستي سيركاس بوفيس اللي هي اللارفة الصغيرة بتاعت التينياس عجينات اللي هي اللارفة الاستيج السيستي سيركاس بوفيس ده عبارة عن ايه عبارة عن بلونة مية اللي هي البلونة الزرقة دي يعني كيس مليان مية طوله مثلا واحد ونص صنتي ولا حاجة ده بتشوفوا بعينك على فجرة بيتشاف اللحمة بعينك واحد ونص صنتي لونة ابيض كده وكيس مليان مية وجواه راس جواه ايه راس ونك بتاع التينياسة جينات حلو طيب تيجي بقى سيادتك اكلت من بره هامبورجر كلت كباب كلت اللحمة مش مستوية كويس وكان فيها السيستي سيركاس بوفيس ده مستواش كويس فلسه صاحي لسه عايش فيدخل جوه الامعاء الكيس ده يدوب وتطلع مين منه الراس فتطلع الراس دي ترشأ نفسها بالسكرز في الميوكوزة بتاعت وتبتدي النك دي تبقى اكتفلي ديفايدين تكون سيجمنت 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 وتكبر تبقى دودة عشرة متر يبقى انت الديني راس ونك اعمل لك دودة عشرة متر وبعد كده توتا توتا خلصت ايه الحد دودة من هذه القصة تعالي انا استفيد حاجة مهمة يعني انا دلوقتي لو عندي راس ونك اقدر ان دودة تعمل دودة كبيرة عشرة متر اه سيبها شهرين تلاتة تعملك دودة عشرة متر طب لو جرح دخل شد الدودة وساب راسها جوه قطعها وساب راسها جوه ما عملش حاجة ما طالما راسها جوه والنك لسه جوه يبقى لسه هتكون لي دودة عشرة متر يبقى لو انا عملت ونزلت بس نزلت من غير الراس اعرف ان انت ما عملتش حاجة ون الراس لسه راشقى جوه ون هي لسه ممكن تكون لي دودة عشرة متر طيب من دورة حقات هذه التينية سجناتة هنستشف ان هي الديفنتف هوست بتاعها هو مين البنيادة يبقى هي عندها ديفنتف هوست وحيد فاينال هوست وحيد اللي هو البنيادة مو ملهاش رزيرفور عندها انترميدية هوست او عندها انترميدية هوست واحد اللي هي مين البقرة عندها انترميدية هوست للبقرة طب لو سألتك على الهبيتات من غير ما تفكر في السستودة اي هبيتات لا ا�� Pecor هناك لسه متفقين ان كل الديدان الشرطية بتعيش في سمول انتست طب ايه هي الانفكتيف ستاج والمودف انفكشن انا اتعادت ازاي اتعادت عن طريق ان انا اكلت لحمة مش مستوية كويس كان فيها فيابول سستي سيركاي أو سستي سيركاس بوفز يبقى مودف انفكشن ان انا اكلت لحمة مش مستوية والانفكتيف ستاج عندي هي السستي سر كاس بوفز طب ايه الدياجنوستيك ستيج زي ما اتفقنا في السستودات الدياجنوستيك ستيج عندي بتبقى الاجزويل جرافت سيجمينز والسيجمينز طب التين يا سوليوم بقى تعال اتكلم مع التين يا سوليوم في التين يا سوليوم انا على فكرة مش هعمل اي حاجة انا هحط لك نفس اللايف سايكل دي هشيل البقرة وحط خنزير بس يبقى تعال اتفرج معايا كده انا ادي بني ادم قاعدة جواه الدودة هو الديفينيتيف وست عندي الهابيتات الاسمون انتستن قاعدة جواه دودة بس الدودة زي ما انتا شايف عندها رست لما عندها هوكس بشعر مش قرعة وبعد كده بينزل الاجز والجرافت سيجمينت مع الستول يا كلها مين الخنزير الخنزير هياكل هزيه الاجز هجوه جسم الخنزير هتتحول الى اللارفالستيج بتاعي حاجة اسمها سيستي سوركاس سيليلوزا هي بس اسم السيستي سوركاس اللي هيختلف سيستي سوركاس سيليلوزا بس وانا هاكلها مع لحمة الخنزير اللي مش مستوية كويس بس استنى عندك بقى هنا في فرق خطير ما بين التينيا سوليوم والتينيا سجيناتا بيخلي التينيا سوليوم اخطر بمراحل من التينيا سجينات ايه هو الفرق ده قالك ان الاج بتاعت التينيا سوليوم انفكتف تمان يعني ايه يعني انا لو كلت الاج بتاعت التينيا سجيناتا ولا الهواء هتتكسر وخلاصه زي الفل ومش هجروا لي اي حاجة لكن لو اكلت الاج بتاعت التينيا سوليوم هتتعامل معايا كإني خنزير هتتعامل مع جسم البني ادم ده كإنه انترميديا تهوست وتعاملني كإني انترميديا تهوست هتفقس في الاسمول انتستن ويطلع منها الكاتكوت ويخش في السيركيوليشن ويبتدي يبقى ديسيميناتد في التيشوس بتاعت جسمي كلها اللي منها الماصلز اللي منها القلب اللي منها البرين اللي منها الاي اللي منها الاسكن وتعملي سيستي سيركا السليلوزا فتعملي الديزيز اللي اسمه سيستي سيركوزز يبقى دي اخطر حاجة في التينيا سوليوم ان الاجز بتاعتها انفكتف ليا يبقى انا عندي كام انفكتف ستيج في التينيا سوليوم اتنين السيستي سيركا السليلوزا لو اكلتها في لحمة مش مستوية كويس هيجيلي تينيا سوليوم اما الاج لو اكلتها هتجيلي سيستي سيركا السليلوزا في التيشوس بتاعتي يبقى عندي ديز اسمه سيستي سيركوز بس تعالى بقى نتفق مع بعض على المودوف اينفكشن بتاع السيستي سيركوزز المودوف اينفكشن بتاع السيستي سيركوزز قالك ان انا حاكل ايه البيضة حاكل ايه البيضة او proud طب انا حاكل البيضة فين قالك حاكل البيضة يا اما انا عين عنديgged gには مخسلتش ايدي كويس اتبقت على ضوافري شوية اجز بتاع التينيا سوليوم اكلت فاكلتها معاي با اول حاجة ايه اكسترنال اوتو انفكشن يبقى عين تينيا سوليوم مش نظيف اتبقت الاجز على ضوافري بعد من دخل الحمام مغسلش ايده يبقى اكسترنال اوتو انفكشن طب عين تينيا سوليوم وعنده ترجيع هو العين اللي عنده دودة اضلت عشرة متر في الاسمو الانتستن بتاعته يشتكمل ايه نوزيا وفومتنج طبعا وضيارة يعني ايه ترجيع يعني فومتنج يعني ايه فومتنج يعني البرستالسز يعني البرستالسز او الحركة الدودية للامعاء بدل ما هي نزلة لتحت هتطلع لفوق فوهي طلع الفوق هتاخد معاها مين الاجز بتاعت التينيا سوليوم اللي مالية لسمو الانتستن بتاعتك فالاجز بتاعت التينيا سوليوم لما توصل للستومك تبقى اكتيفيت بالجستريك اسيدتي فبعد كده لما تنزل في السمو الانتستن وبقت اكتيفيت خلاص تعديني وتعملي ايه سيستي سيركوزز وده اللي بنسميه انتورنال اوتوإنفكشن طب حسأل سؤال لو انا الاجز دي مشانه عايان تينيا سوليوم وعندي δودة دي قاعدة فالسمو الانتستن بتاعتي اه والاجز بتاعتها موجودة فالسمو الانتستن ما فيه قلفات من الاجز ما عندي دودة ليه ما يجيليش سيستي سيركوزز عادي كده ان الاجز بتاعت التينيا سوليوم علشان تبقى اكتيفيتد وتعمل لي سيستي سيركوزيس لازم تعدي على الستومك تبقى اكتيفيتد بالHCL يبقى الاج وهي قاعدة في حالها في السمول انتستن لو انا ما رجعتش ما عنديش فوميتنج ما عنديش رفيرزت بريستالسس الاج ما عدتش على الستومك ما طلعتش فوق مش هيجيلي سيستي سيركوزيس ودي حاجة انا لازم اراعيها قوي في عيان التانية سوليام وانا بعالجه يبقى الشرط بتاع الاج علشان تبقى معدية للبني ادم انها تعدي على المعدة لازم تعدي على المعدة هتعدي على المعدة ازاي اكسترنال اوتو انفكشن ماشي ما ناكلتها مع الاكل فهننزل في المعدة انترنال اوتو انفكشن لازم بعندي ترجيع لازم بوميتنج لازم نوزية علشان لفيرزت بريستالس تاخد الاجز تطلعها الستومك وبعد ما تبقى اكتيفيتد في الستومك تنزل تعملي سيستي سيركوزيس او انا واحد ما عدي انا بني ادم كويس وزي الفل وما كلتش لحمة خنازير وما عنديش سيستي سيركوزيس انا كلت من الغيط اللي مرمي فيه الاجز عيان التينيا سوليام قضى حاجاته في الغيط فانا روحت اكلت الخضار والفاكهة مش مخسولين او ميا مش نظيفة كان فيها الاجز بتاعت التينيا سوليام فجالي سيستي سيركوزيس يبقى ده المودة في انفكشن بتاع السيستي سيركوزيس اما هتيرو انفكشن من بره انا مريش دعوه بحاجة اما عيان تينيا سوليام جالو اكسترنال اوتو انفكشن او انترنال اوتو انفكشن بعد ما خلصنا اللايف سايكل تعالى ناخد الكلينيكال بيكتر الكلينيكال بيكتر بتاعت كل الانتستينال سيستودز هما التلت كلمات ايه هما قلقك دودة عشرة متر عدف لسمو الانتستين يبقى العين ده هيرجع عنده عنده نزيا عنده ضيارية طالما هي قاعدة في السمو الانتستين عنده اسهال وعنده اهم حاجة مغص وهنجر بينز عنده جعان الدودة دي طولها عشرة متر وبتاكل كتير بتاكل اكله يبقى الدودة دي قاعدة في السمو الانتستين عمالها تاكل الاكل بتاعي فانا هيجيلي هنجر بينز عمال جعان على طول اكل اكله في نفس الوقت loss of weight هيخس يبقى انا هاكل كتير واخس عشان الدودة بتاكل اكل يبقى دا الانتستينال disturbances تاني كلمة النيورولوجيكال manifestations هذه الديدان زي ما هي بتاكل من اكلك برضو بتطلع التوكسنز وبطلع توكسنز كتير وهذه التوكسنز توكسك للبيرين فممكن تعمل العيان convulsions ممكن يتشنك ممكن هدك على طول مصدع ممكن انزوميا ممكن مش مركز يبقى ممكن تعملي النيورولوجيكال manifestations تالت حاجة الديدان الطويلة دي وبالذات لو عددها كبير سهل قوي انها تعمل intestinal obstruction انسداد معاوي هنزود بقى كلمة مع التين يا سجيناتا وكلمة مع التين يا سولي الكلمة اللي هزودها مع التين يا سجيناتا قالك ان السيجمنتات بتاعت التين يا سجيناتا سيجمنتات ناشيطة الجرافة سيجمنت بتاعتها highly muscular ناشيطة وبتمشي بسرعة وبتجري هتذكر مرة في المعمل كانت عيان جايب لنا الكاب فيه سيجمنت نازل مع الستول بتاعه جرافة سيجمنت بتاعتين يا سجيناتا مجرد ما تفتح الكاب الجرافة سيجمنت جري مالحق نهوش كان وصل لاخر البنش خلاص على ما جاءنا نبص عايه تاني فهذه الجرافة سيجمنت ناشيطة جدا وبتتحرك بسرعة طب وبعد ما ناشيطة هتعمل لي ايه عن ينامالي بتوقع تتمشي هتتمشي تروح فين تتحشر تتزنق في الابندكس فتتسد الابندكس تعمل العين ابنديسايتس يبقى ممكن تعمل التهافز زي ده الدودي تروح على الجول بلدر تسدها فتعمل لي كلانجايتس يبقى هذي الجرافة سيجمنت ممكن ايه تسد الابندكس ابنديسايتس تسد الجول بلدر تعمل كلانجايتس او ممكن تخرج من الانس من العين قاعد عادي كده يبقى العين قاعد عادي ممكن تبتدي الدودة تطلع تتمشي على جسمه عادي كده يخسي جمينتات بيضة حتى بتعمل له وري للعيان بيتخض ايه ده فيه دودة طلعة مني ده فيه حاجة بتتمشي لونها ابيض طلعة مني بتتمشي بتطلع برا الاينس من غير ما العين يعمل من غير ما يخش الحمام فبتعمل له هرش في منطقة الشرجة وممكن تعمل له ايه وري طب التينيا سوليوم هنزود معها ايه ما قدرش هتكلم على الدزيز بتاع التينييز السوليوم في الانتستينا التينييز السوليوم يعني وما جيبش سيرة السيستي سيركوزيس لان معظم العينين لازم حيديفلوب انترنال اوتو انفكشن او اكسترنال اوتو انفكشن طب السيستي سيركوزيس ده يعني ايه يعني هو اكل الايج وبتدت ان يبقى فيه سيستي سيركا سيرولوزا في التيشوس بتاعته طول ما العيان كان لسه عنده التينيا سوليوم موجودة جوه الاسمول انتستن هو ما عندوش ايزينوفيليا وجهاز المناعة مش حاسس بوجود انفكشن ولا دودة اصلا فما عنديش سيستيميك مانيفيستيشن لكن مجرد ما انا كتكوت بتاعي البيضة خارج برا خارج برا الانتستن وطلع في الدم وابتدى السيستي سيركاس يتكون في التيشوس بتاعتي العين حيبقى عندو ايه الارجيك مانيفيستيشن والمانيفيستيشن بتاعت الجهاز المناعة ما بيرد على الانفكشن اللي عندي يبقى عندو فيفر يبقى عندو هيدك عندو انوريكسيا ماليز اعراض الازينوفيليا ممكن ارتكاريا ممكن برونكوسبازم يبقى عايبة عندو الارجيك مانيفيستيشن وازينوفيليا طيب بعد كده المانيفيستيشن هتبقى على حسب راح فين النيورو سيستي سيركوزيز من اشهر الديزيز من اشهر اسباب الكونفالجنز انه هو ممكن يعمل لي كمان هتروح على العين ممكن تخلي اللي عندي يفقد عينه هتروح على الماصلز ومن اهم الماصل ممكن تروح على القلب الماصل اللي هدد صبعي يبقى فيها بينو فيها ويكنس ممكن تعمل سابكيوتينيس حاجات سويلينجز كده زي اللايبوما عاملة زي اللايبوما صغيرة تحت الجلد تندر نوديولز فدي سابكيوتينيس يبقى التينيا سوليام هنزود فيها كلمة السيستي سيركوزيز اما التينيا ساجيناتا كنا زودنا فيها كلمة سجمنتات بتاعتها نشيط طب تعالي نكلم على الديجنوزيز تشخيص التينيا ساجيناتا او التينيا سوليام طبعا بالكلينيكل بيكتر بتاعتهم عين عمالية كل كتير وبيخص عين ده شاب في رائعان الشباب بيأكل من بره بيأكل لحمة مش مستويه كويس ده الهيستوري بتاعه هاخد له عينة ستول قال لك انا ممكن اخد عينة ستول اناليسيس وفي التينيا ساجيناتا كمان ممكن اخد بيري اينا بما ان السجمنتات بتاعتها نشيطة فممكن الاقيها حوالين الانس وممكن كمان الاقي الاجزة حوالين الانس بما ان السجمنتات دي طلعت لبره فممكن تبقى الاجزة المنطقة دي فانا ممكن اعمل في التينيا ساجيناتا بيري اينا لسواب وفي التينيا ساجيناتا قال لك ان انا ممكن كمان الانفكشن بيظهر على طول اصلا يعني سهل قوي ان انت تكتشف في التينيا ساجيناتا لان السجمنتات بتتشاف على المريض بيشوف السجمنتات دي اما في الاندر ويرز بتاعت وا اما في السرير اما بيلاقيها بتتحرك على رجل وهقعت طيب هلاقي ايه بقى في الويضة وهلاقي انبيضة قال لك الاجزة التينية في الاتنين شبه بعض يعني في التينيا سجناتا وفي التينيا سوديم شبه بعض الاجزة اج بتبقى بتاعتهم مدورة وليها 2 شل وما بين الاتنين شل بتلاقي فيها كده عامل زي عجلة العربية ومن جوا بيبقى فيها هكسة كانس وانكوسفير كانت تكون مدور هكسة يعني شوكة هكسة يعني ستة وكانث يعني شوكة زي ما تلاحظ كده الاج جواها ست شوك جواها ست شوك فكل اجز بتاعت السستودة نفس المنظر ده معادة العقل اولانية مناش دعوا بيها فدي اج مدورة وجواها هكسة كانس انكوسفير قالك طب افرق ازاي هي تانية سجيناتا ولا تانية سولية ما نعايز افرق عشان لما اجي عالج اخد بالي قالك حنعمل لها ستينينج بموديفايت زي نيلسين ستين السبغة اللي هي موديفايت زي نيلسين دي انت اكيد سمعتها لان هي اشهر سبغة بيتسبغ بيها التبي في المايكرو احنا بنجيبها هنا في البارة نسبغ بيها الاجز بتاعت التانية والله اتسبغت كويس تبقى تانية سجيناتا ما تسبغتش كويس تبقى تانية سوليم طيب اقدر افرق بينهم بحاجة تانية قالك اوه بالجرافة تيجمنت هبص على الجرافة تيجمنت قالك الجرافة تيجمنت بتاعت التانية سجيناتا في بيض كتير فاليوترس بينفاجر الى من 15% للتلاتين يعني الشرطة السودة اللي في النص دي بتبقى بطلعة برانشات على الجن عددها من 15% للتلاتين اما التانية سوليم فبتبقى الشرطة اللي في النص اليوترس المين استيم دي مطلعة برانشات عددها من 7 إلى 12 برانش بس فده الفرق بينهم في التشخيص الأج بتستين بالموضيفات زينيلسن مع تينيا ساجيناتا الجرافت سيجمن بتاعة تينيا ساجيناتا بتبقى اللاتراليوتراين برانشز بتاعته وأكتر من اللاتراليوتراين برانشز مع تينيا سوليا طب في العلاق هيفرق حاجة تعال نكمل الدياجنوزز الأول ونتكلم على الدياجنوزز بتاع السيستي سيركوزز سيستي سيركوزز بقى دهاجنوزز بتاعه مختلف سنة ليه؟ لو تلاحظ أنا في الانتستينال بتاعة تينيا ساجيناتا والتينيا سوليا ما جبتش سيرة إزينوفيليا ما جبتش سيرة سيرولوجي ما جبتش سيرة الحاجات دي ليه؟ أنا بتكلم على انتستينال انتستينال انفكشن لا فيه إزينوفيليا جهاز المناعة مش حاسس بيها أساسا ولا فيه سيرولوجي لكن هنا في السيستي سيركوزز لا الجنوز هيبقى مختلف شوية أولا كلينيكالي العين ده ممكن يبتدي يشتكي من المانيفستيشن بتاعت السيستي سيركوزز بعد عشر سنين ليه؟ قال لك السيستي سيركوز ده بيروح ويقعد في التيشوز ويفضل قاعد ساكت كده امتى بيبتدي ينشط قوي قوي قوي؟ مع بداية العلاج أو مع بداية لما السيستي يبتدي يموت كتكوتل جوه السيست ده يبتدي ايه؟ ان هو يموت بيطلع أنتجنز كتيرة فبتدي يحصل ضدها أليرجيك مانيفستيشن ويبتدي العين يحس بأعراض ممكن يجيله مثلا أعراض بتاعت الاعراض بتاعت الاي ما تبتديش تظهر إلا بعد فترة فالعين ممكن يجيلي يقولي مثلا أنا من عشر سنين كان عندي نوزيا وفومتنج وضائرية وكنت بأكل وبخس أو ساعتها كشفت وحللت ولقوا عندي اجزة وجرافت سيجمينت بتاعت تينيا سوليوم فممكن يديني هستوري بتاع تينيا سوليوم قبل ما هو يبتدي يشتكي بالسيستي سيركوزز طيب بعد كده براسيت روجيكا البقاء هحلل له ستولاناليس لا ده العيان ده ده عيان سيستي سيركوزز يعني الدايركتة دياجنوزز بتاوي هيبقى أننا أخد بايوبسي من التشو اللي أفكتت غالبا من ماصل أو من سكين مثلا هلاقي فيها السيستي سيركس سيليلوز العيان ده ممكن أعتمد على السيرولوجي أكتر في التشخيص لأنها هيبقى صعبة علي ممكن أننا أخد بايوبسي أو ممكن يبقى السيستي سيركس سيليلوزة موجود في حتة مدارية مش عارف أخد منها بايوبسي فإن أنا أدور على الأنتي بادي ضد التينيا سوليام في الدم ده هيبقى أسهل لي عن طريق الإلايزا أو الـ indirect team agglutination test أو complement fixation test أدور على الأنتي بادي لو عملت له CBC العيان ده لازم هلاقي عنده هاي إزينوفيليا لأن الدودة بتاعته أو السيستي سيركس سيليلوزة موجود في تيشوز والتيشوز دي جهاز المناعة حاسس بها كويس فلازم هلاقي إزينوفيليا آخر حاجة أنا ممكن أعمل X-ray أو أشعة مقطعية على أي تيشو متصاب هلاقي السيستي دي calcified فده معناها أنها دد فأنا مش هلاقي السيستي calcified إلا بعد فترة بعد ما تبقى ماتت خلاص وحصلها calcification العلاج بقى بتاعتين سيليم وثيني ساژيناتا قالك إن أنا حديهم الدواء إن أنا بديه كل سيستودة اللي هم برازك وانتال وسنيكلوزامايت ما هو هما دوين اللي احنا بنديهم برازك وانتال أو نيكلوزامايت سواء إديته برازك وانتال أو إديته نيكلوزامايت قالك إديله سالين برج لازم هتديله شربة بعد ساعتين علشان يحصل إكسبالجن للدودة وقالك إن ده مهم أوي 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 مع بزات التينيا سيليم له علشان البرازيكوانتال والنيكلوزاميت دول بيحللوا الدودة فلما الدودة تتحلل هتبتدي التيشوس بتاعتها تتحل والإجزة تطلع أنا مش عايزة كده الجرافت سيجمينت التيشوس بتاعتها هيتحلل والإجزة هتبقى ماليا لسمول انتستان أعين ده هيبقى عرضة أكتر إن تجيله اكسترنل اوتو انفكشن وانترنل اوتو انفكشن فأنا لازم أديله الصلاين بيرش دي بعدها بساعتين لو حتما ولابد يعني أن أنا أديله الدوين دول وقال لك الأفضل بقى إن انت ما تديلوش البرازيكوانتال والنيكلوزاميت دول اديله تاوى تاني اسمه كيناكرين هايدروكولورايد أو أتيبرين ليه لأن الأتيبرين ده بيعمل اكسبالجن للدودة انتكت يبقى البرازيكوانتال والنيكلوزاميت بيحللوا الدودة أما الأتيبرين بيعمل إيه بيعمل لها باراليسيز فبتنزل كاكتلة واحدة كده ما بيحللهاش ولا حاجة فما بيؤديش إلى أن الأكسب تبقى مالية الانتستن عندي وديسبيرزت كده في كل مكان طب إيه مشكلة الأتيبرين قالك مشكلة الأتيبرين حاجة واحدة أنه هو بيعمل يعني ما بيخلي العيان عايز عايز يرجع ما دي مشكلة كبيرة كده هيجيله انترنل أوتو انفكشن فقال لك ادي الأتيبرين ودي معاه أنتي إمتك وقبل ما تديه لازم تديه أنتي إمتك علشان إيه؟ علشان العيان مايرجعش يبقى التينيا سجيناتا حديها برازيكوانتال أو نيكلوزامايت وحديله صراين بيرج بعدها بساعتين التينيا سوليام ممكن أديله نفس العلاج ده أو الأفضل أن أنا أديله أتيبرين وأديله قبلها إيه؟ أنتي إمتك من نسبة للسيستي سيركوزيس بقى فأنا برضو حديله إيه؟ حديله برازيكوانتال أو البندازول كل علاج الانتستينا السيستودة برازيكوانتال كل علاج النيماتودة البندازول كل علاج التيشو سيستودة دواء من السيستودة برازيكوانتال ودواء من النيماتودة البندازول حلو؟ يبقى كل السيستودات برازيكوانتال كل النيماتودات البندازول تيشو سيستودة بقى دواء من هنا ودواء من هنا برازيكوانتال مع البندازول يبقى السيستي سيركوزيس يقمى هياخد أربندازول يقمى هياخد برازيكوانتال قالك لو السيست قدامك وسهل وحلو لو بوصيبل يعني لو انت شايف السيست ممكن ايه ممكن نشيله بداية بداية انه انا ادي العيان العلاق بتاع السيستي سيركوزيز دي بداية خطيرة العين بيبتدي يشتكي مع بداية العلاق المطاعك ممكن توضي العين في دهية فانا لازم اديله ستيرويد لازم ادي له ستيرويد لانهي они all conscious و τη enflammatory هتجنبني مشاكل كتير ممكن تحصل للعيان افرض العين ده مثلا ايه عنده سيستي سيركوزيز مثلا شوية سيست في المصل وانا حساهم وشايفاهم وعنده سايلانت اي سيست انا مش حاسة بيه متخبي هيبتدي يعملي مشاكل مشاكل كتير مجرد ما تديله علاج فالستيرايتس دي ضرورة مع السيستي سكوزيس لازم ياخدها مع بداية العلاج اخر حاجة قالك تديله فيتامين دي مع كالسيوم عشان ايه عشان تحفز ان يحصل في السيست ونخلص ازاي نعمل للتين يا سجيناتا والتين يا سوليا اول حاجة البني قرأ هو صورس الوحيد ولكن هم صورس الوحيد دي للإنفكشن بتاعلي قال لي بيلك هما الصورس الوحيد انا هما الديفنتي فوس الوحيد ما هما صورس الوحيد دي الاجز هما اللي بيعدوا البقرة وخنزير يبقى انا اول حاجة العيانين بتوع البتين يا سجيناتا والتين يا سوليا اشخصهم وعديهم العلاج ابقى ديه النبasser البقرة و الدخب بقى انا fuse يحميهم حبيبي قالك بلاش ان انته تدخلي هم ياكلوا من حتى كنتمي، كنتمي، صوي يلأكلهم انت بيدك شوية خضار مش كنتاميناتد طيب لو حتما نبود بقى ايه خلاص كانوا من حتة كنتاميناتد وانت هتتبح البقرة والخنزير دول فلازم في المجازر تبص عليهم كويس لازم نبص على اللحمة بتاعتهم كويس نشوف لو فيها سيستي سيركوزاس اللحمة اللي فيها سيستي سيركاس سيلولوزا أو سيستي سيركاس بوفيس لازم تتعدم ما تتبعش للناس هتقول لي طب انيسبكشن ازاي هتبص عليها كده سيستي طول واحد ونص صنتي انت بتشوفه بعينك دوائر بيضة في اللحمة دوائر بيضة في اللحمة دي سيستي سيركوز لو اشتريناها عادي وحتى لو كان فيها سيستي سيركاس فانت ممكن لو ايه لو انت طبختها كويس او سوتها كويس تتسلق حلو او تتجمد حتى اللحمة الفترة قبل ما تطبخ هيموت فيها سيستي سيركاس سيلولوزا او سيستي سيركاس بوفيس ومش هيحصل مشاكل اخر حاجة له ان انت ايه مش لازم ان احنا نقضي حاجتنا في الغيط نقضي حاجتنا في الحماء طب بالنسبة للسيستي سيركوز السيستي سيركوز كل بريفنشان اند تريتنة بتاعي حينصب على الخضار والفكهة ان انا اخسلهم كويس وان احنا نشرب مياه نظيفة وان انا ماستخدمش الهيومان فيس اس فيرتيلايزر الا حتى لو حط عليهم كيميكال زيان حتى لو هستخدمهم كفيرتيلايزر كسيماضو عضوي احاق اتعالجهم بالكيميكال الاول علشان اموت الاجز اللي موجودة فيهم وعينين التين يسوليام لازم اهتم قوي بعلاجهم وان انا ماديهمش دواء يبقى نوزيتنج ولو حط ديهم دواء نوزيتنج بلازم اديه معايا انتي اميتك علشان خاطر اتجنب ان العين ده يجيله سيستي سيركوز شكرا